نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم مقطع فيديو لما وصفته بأنه طلعت روتينية لقاذفات الاستراتيجية ذات القدرة النووية من طراز تي ايو 95 ام سي وقامت الطائرة برفقة مقاتلات سخوي 30 برحلة لمدة سبع ساعات فوق بحر برينغ الذي يفصل بين روسيا والولايات المتحدة في شمال المحيط الهادئ وقالت الوزارة في بيان ان القاذفات الاستراتيجية الروسية تقوم برحلات منتظمة فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الاطلسية وبحر البلطيقة والبحر الاسود والمحيط الهادئ وان جميع طلعاتها تتبع بدقة اللوايح الدولية الخاصة باستخدام المجال الجوي الدولي